الشيع الرافض يظلم حتى من بني جلدته أحياناً النفس بني جلدته يظلموه يقوم يتوجه الآن مع مواكب المشاية مع قوافل السير الحسيني المقدس لزيارة سيد الشهداء عليه السلام في أربعينه فيقوم يجاهر بالبراءة يلبس شفاً يلبس كفناً يكتب عليه اللهم العن أبا بكر وعمر وعثمان مثلاً والعن عائشة وحفصة يرفع راية يكتب عليها عائشة في النار أو عمر في النار مثلاً يطلق هتافات رافضية أشعار أبيات أهازيج ما أدري هوسات شعبية رافضية وإذا بشياطين الإنس والجن تخرج نستنكر ندين نشجب هذا لا يرضى به الحسين هذه طائفية هذا يعكر صفو الزيارة أين الأمن؟ أين الحكومة؟ أين الدولة؟ البارحة أيضاً بلغت أنه بعض من يسمون بأئمة الجمعة في العراق مستنكرين في خطب الجمعة استنكر هذا الشيء على أي أساس تستنكر؟ يا أيها الأحمق تستنكر ماذا؟ ألسنا جميعاً نتفق أن الحسين عليه السلام صرخة في وجه كل ظالم صرخة على كل ظالم أليس هذا متفقاً عليه؟ إذا كان الأمر هكذا لماذا تمنعون الناس من أن يصرخوا على ظلمة أهل البيت؟ إلا أن تخرجوا من التشيع وولاية أهل البيت فتقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة ليسوا من الظلمة حين ذاك نطردكم بره بره كربلاء بره النجف اللي دافع عن أبي بكر وعمر وعثمان وينزهم من الظلم وقد نطقت الزهراء بأنهم ظلمة هذا لا مكان له بيننا ليس شيعياً هذا عجيب الزهراء تقول تشتكي تقول لما جاءها هذان الملعونان أبو بكر وعمر تقول أشهد الله وأشهد رسوله أنكما ظلمتماني يعني الظلمة أنت تروح تقول لا ما يصير الإساءة للظلمة هذا مو منهج الحسين يا أحمق الحسين صرخة على كل ظالم فكيف بمن ظلم أمه الزهراء كيف بمن نص الحسين على ظلمه اقرأ حاديث الحسين في أبي بكر وعمر شوف ماذا قال اقرأ لما الحسين يسأل عن أبي بكر وعمر فيقول إنهما ظلمانا وضيعانا أما والله لتهمز بهما أنفسهما يوم يطلب الناس شفاعتنا هذه رواياتنا أبناء الحسين ما كان موقفهم من أبي بكر وعمر علي بن الحسين يقول أبو بكر وعمر كافران كافر من أحبهما فاطمة بنت الحسين أشبه الناس خلقاً وخلقاً بفاطمة الزهراء يروي شيخنا أبو الصلاح الحلبي أنها كانت تلعن أبا بكر وعمر وتسبهما هذه تربية الحسين وانت جاي لتقول لي والله ما يرضى الحسين لما زوار يأتون إليه مشياً على الأقدام يثلجون صدره إذ ينالون من أعداء أمه الزهراء وأعدائه الحسين هذا هو الثورة على هؤلاء الحسين هذا هو الذي قال قتلني أبو بكر وعمر الحسين هذا هو الذي تقدم الصفوف وعمر بن الخطاب على المنبر فقال له انزل أيها الكذاب عن منبر أبي هذا هو الحسين شكوا داخلين أنتوا بين الحسين وبين زواره وتتكلم باسم الحسين عليه السلام وأنت أبعد ما يكون عن نهج الحسين وعن معرفة الحسين وموقف الحسين من هؤلاء نحن نحتاج إلى مراجع لما نحن عليه ترجمة نانسي قنقر